أكد وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وبريطانيا من باريس على السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا مطالبين بترجمة الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية داعين إلى قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى ما وصفته بالقرار القوي والملزم حول سوريا في مجلس الأمن وذلك خلال محادثات في باريس تناول التنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الأسلحة الكيميائية يأتي ذلك بالتزامن مع صدور تقرير مفتشية الأمم المتحدة بشأن هجوم ريف دمشق الكيميائي واعتبر الرئيس الفرنسي فرونسوا أولوند ووزيراء الخارجية الأمريكي جوالكيري والبريطاني وليام هيج أنه من الأساس التوصل إلى قرار حول سوريا في مجلس الأمن ودعا المسؤولون الثلاثة خلال اللقاء في باريس شارك فيه أيضا وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس إلى جدول زمني دقيق لضبط السلاح الكيميائي السوري وإتلافه وفي مؤتمر صحفي جمعه مع نظريها الأمريكي والبريطاني اعتبر وزير الخارجية الفرنسية أن دمشق ستواجه عواقب خطيرة إذا لم تطبق القرار المنتظر صدوره عن مجلس الأمن بشأن الكيميائي إذا أردنا أن نغير نظام الأسد ولا نقع في قبضة الإرهابيين يجب أن ندعم المعارضة المحتدلة نعم توصلنا إلى تفاهمات هامة في جينيف ولكن كل هذا العمل يجب أن يترجم في قرار لمجلس الأمن الدولي يحدد ماذا سيحدث في حال عدم التزام السوريين كما أعلن فابيس عن تنظيم لقاء دولي واسع حول الاتلاف السوري المعارض الأسبوع المقبل في نيويورك مشددا على أنه من أجل التفاوض على حال سياسي يجب أن تكون هناك معارض قوية من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الدول الثلاث اتفقت مع موسكو على ضرورة أن يواجه النظام السوري عواقب إذا لم يلتزم بالمطالب الأممية الغرار يمنع الأسد من استخدام الأسلحة الكيموية في الحرب وأؤكد أن الغضية العراقية تختلف عن الوضع في سوريا ففي العراق كان المفتشون يبحثون عن أسلحة لم تكن معروفة أصلا أما في سوريا فنحن نتكلم عن أسلحة موجودة واستخدمت بالفعل كما أن روسيا وافقت في جينيف على اللجوء إلى الفصل السابع في حال فشل النظام بتعهداته من جهته قال وليام هيغ أن النظام السوري تحت الضغط من أجل أن يطبق هذا الاتفاق بشكل كامل نريد أن نواصل الضغط على النظام السوري للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في سوريا نحن عازمون لبذل قصار جهدنا لوقف سفك الدماء هناك ودعم المعارضة المؤتدلة ولا بد من التوصل إلى التزام قوي من النظام السوري بشأن تدمير أسلحته الكيميائية كما يجب علينا تحديد جدول زمني يضمن مساءلة نظام الأسد وكان فابيوس أكد خلال زيارة إلى بكين أمس الأحد أن فرنسا ستأخذ في الاعتبار تقرير مفتشي الأمم المتحدة بشأن هجوم الغوطة لتحديد موقفها وبحسب مصادر دبلوماسية فأن باريس تعتزم استخدام تقرير المفتشين للحصول على موقف حازم من الأمم المتحدة وفق تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون فإن تقرير المفتشين سيخلص إلى أنه تم استخدام أسلحة كيموية من دون تحديد الجهة المسؤولة عن هجوم ريف دمشق وكان كيري ونظيره الروسي سيرجي لافاروف اتفق على عقد اجتماع جديد في نيويورك نهاية الشهر الجاري وذلك لتحديد موعد لعقد مؤتمر للسلام حول سوريا ويلتقي كيري في باريس نظيره السعودي سعود الفيصل في حين يتوجه فابريس غدا إلى موسكو للبحث مع نظيره الروسي في مشروع قرار الأمم المتحدة واعتبرت موسكو مشروع قرار أعدته باريس الأسبوع الماضي غير مقبول إلا أن هذا المشروع سيكون نقطة انطلاق للمحادثات الجديدة وفق ما أكده مصدر دبلوماسي فرنسي اشتركوا في القناة